أنهى مسؤول النادي الإسماعيلي إجراءات قيد البنيني روماريك أموسه لاعب الوسط والهجوم الجديد بالقائمة بعد اجتياز الفحوصات الطبية والتوقيع على عقد مع النادي الإسماعيلي لمدة أربع سنوات ونصف بالجنيه المصري تمهيدا للاستعانة بجهوده في المباراة الرسمية المقبلة وكان نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد تعاقد مع البنيني روماريك أموسه بعد موافقة علي أبو جريشا رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان والمدير الفني يهاب جلال على اللاعب الذي يتمتع بلياقة بدنية وفنية رفيعة المستوى رشحته لارتداء الفنلة الصفراء بين عدد ليس بالقليل تم التفاوض مع وكلاء أعمالهم ودعوت أحدهم لإجراء فترة معايشة بالنادي آخرهم الناجيري باكايوكو وتقدر الإشارة أن روماريك أموسه نجم الإسماعيلي الجديد لعب لنادي القطن البنيني ومسى المنتخب الشباب الأولمبي السابقين لبلاده شارك آخر موسمين في 63 مباراة سجل 23 هدف وصنع 20 هدف ويمتلك قدرات فزة في خط الوسط والهجوم ونتمنى له التوفيق مع الدرويش اشتركوا في القناة